سلام البنات كديري لبس لكم اليوم مع فيديو جديد الموضوع ديال اليوم أكيد غد يهم كل سيدة بغد تكون أم كل سيدة كتنتظر اللحظة أنها تدير الإختبار ويطلع عندها إيجابي ويا ربي ترزق كل محرومة درية صالحة وتعيش هاد اللحظة هادي ديال الإختبار الإيجابي وتعيش المرحلة ديال الحمل بإذن الله يا ربي في هاد الأيام المباركة ترزق كل محرومة الدرية الصالحة في القريب إن شاء الله قبل ما نبدأ هاد الفيديو كان بغديما أنكم تشجعوني بواحد اللايك باش تستمر معكم القناة وكذلك باش يوصل الفيديو لجميع السيدات اللي عندهم الرغبة في الإنجاب باش يعرفوا هاد العلامات اللي ممكن تبانع لك قبل الدورة بثلاث أيام علامات اللي ممكن يعني تعرفي بأنه ممكن يكون عندك البداية ديال الحمل أو أنك في الأيام الأولى من الحمل كيف ما كان عرفوا بأن الكثير من السيدات ما كيستطعوش أنهم ينتظروا موعد الدورة لتأكد من وجود الحمل من عدمه وكثير شي في الأيام اللي كتكون كتسبق الدورة بيوما أو ثلاث أيام كيكون واحد التوتر واحد القلق لما يكونش عندك الحمل في ذاك الشهر وخصوصا أن السيدات كينتظروا الشهر كله فكتجي ذاك اللحظة كيبغيوا يعرفوا قبل ما يديروا الاختبار وقبل ما تتأخر عندهم الدورة في هذا الفيديو غد نعطيك علامات الحمل الأكيدة قبل الدورة بثلاث أيام باش تعرف كل إمرأة كتنتظر الحمل بشوق ولهفة إلا كانت يعني بالداخل ديالها واحد الجنين أم لا وغد نشرح كل علامة على حدى يعني بطبيعة الحال أن هذه العلامات هذه خاصة تنتابه لهم كيكونوا قبل حدوث الدورة الشهرية كل إمرأة عليها أن تعلم أن هناك عدة مراحل لأعراض الحمل حيث أن هناك مرحلة يكون فيها أعراض قبل موعد الدورة الشهرية وهي المرحلة الأولى لفيها كتمر المرأة ببعض العلامات مثل الشعور ببعض الآلم والانقباضات والتقلصات في الرحم كما يمكن في هذه المرحلة ملاحظة نزول بعض الإفرازات الميبالية والسوائل بسبب حدود زيادة في سمك بطانة الرحم بعض السيدات كي يلقوا أن هناك نزول لبعض نقاط الدم بدون سبب أو بدون وجود جرح ممكن تلاحظ السيدة انتفاخ في التديين أو حدود تورم وزيادة في الحجم ديالهم بالإضافة إلى الشعور بالآلام غير معتادة في الرحم وفي المرحلة الثانية كتكون بويضة استقرات في الرحم وكيبدأ الحمل وكيزداد الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ مع وجود الآلام في منطقة التدي ممكن كذلك يحدث اختلاف لون الجلد في المنطقة اللي كتحطع بحلامات التدي حيث يكون التدي وما يحيط به غامق ومائل قليلا إلى الإسمرار وفي المرحلة الثالثة كيكون قد حان موعد الدورة الشهرية وكتغيب الدورة ليكون دليل على الحمل يعني كين هاد المراحل هادو إلى تمكنت أن السيدة تعرف هاد المراحل بدقة وتقيد كل مرحلة على حدى شنو شعرت فيها فهنا يعني الكثير من السيدات اللي كانوا حوامل كتبوا هاد المراحل هادو وكتبوا هاد الشعور اللي كيشعروا بيه في هاد المراحل وتبينت أن نفس العلامات كتجي لكل سيدة حامل يعني هاد العلامات كيكون عندو واحد قاسم مشترك بين جميع السيدات اللي كانوا حوامل الأعراض المبكرة للحمل هناك أعراض مبكرة ممكن تشعر بها المرأة عند الحمل ولكنها علامات غير أكيدة ولا تدل على الحمل بشكل قاطع ومن أهم هاد العلامات كتشعر المرأة في بداية الحمل بتعب وإرهاق جسدي ويمكن كذلك تلاحظ أن التعب أكثر حدة من التعب اليوم المعتاد كما أن الحالة المزاجية للمرأة في بداية الحمل وقبل موعد الدورة الشهرية كتكون غير جيدة وكتشعر المرأة بسعادة وحزن ومشاعر كثيرة متضادة وغير مستقرة كما أن عند بداية الحمل كتوجد السيدة نفسها كتشعر بالقلق الشديد والتوتر أحيانا ممكن تكون ضحكة السيدة الحامل بشدة وأحيانا أخرى ممكن تكون كتميل الحزن وكتبكي بدون سبب واضح كما أن السيدة كيمكن لها تعرف أنها حامل إذا كنت كتشعر بالحاجة المتكررة لدخول الحمام المرأة في بداية الحمل ديالها كتحتاج للذهاب للحمام لأكثر من مرة على فترات قصيرة بسبب أن الحمل كيضغط على المتانة كتلاحظ كذلك المرأة نزول نقاط من الدم من المهبل كما أن النقاط كتظهر في وقت مخالف لوقت الدورة وكيكون نقاط لا نزيف يعني خاص تفرق بين هاد المسألة هادي ولجتك هاد النقاط هادي بعد الإبادة يعني كان شيء إفرازات كيكونوا دموية في أيام الإبادة ما كتلاحظهمش معظم السيدات ولكن كيقدوا يجيوا في فترة الإبادة ما شيء هما اللي كان هدروا عليهم ولكن كان هدروا على الإفرازات أو البقعة الدموية اللي كتجي قبل الدورة بثلاث أيام أو بأسبوع يعني هادوك هم اللي قد يكونوا علامة على انغراس البويضة وكذلك هناك علامات أكيدة كتظهر على المرأة كتدل على الحمل ديالها الأكيد قبل موعد الدورة الشهرية بثلاث أيام تقريبا من هذه العلامات أن المرأة كتشعر قبل الدورة بثلاث أيام بحالة من عدم الارتياح وحالة من الضيق الشديد وممكن تشعر المرأة بألم أثناء عملية التبول ممكن كذلك تصاب المرأة الحامل في بداية الحمل ديالها بالإمساك بسبب الالتهابات اللي كتصاب بها المعدد ديالها في فترة الحمل كيحدث كذلك في هذه الفترة تغير في الهرمونات وكتعاني المرأة من انتفاخات شديدة في منطقة البطن وهو عرض كيتشابه مع أعراض اقتراب موعد نزول الدورة كذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم للمرأة ومن علامة الحمل الأكيدة قبل موعد الدورة هي ارتفاع درجة الحرارة لمدة أسبوعين متواصلين يعني بداية من أيام الإبادة كتبقى الارتفاع ديال الحرارة عند السيدة وكتدل على الحمل ديالها كما أن الحمل كيتسبب قلة مستوى السكر داخل جسم المرأة مما يسبب الغثيان أو يسبب فقر الدم وكيظهر ذلك واضح مع التعرض لحالة الإغماء الكثير من الحوامل كيتعرضوا لحالة الإغماء كما كتعاني المرأة في هذه المرحلة من آلام شديدة في منطقة الحوض ممكن تعاني السيدة قبل موعد الدورة الشهرية من حدود تورم أو حدود انتفاخ في جفون العين أو حدود تورم في القدمين أو الشفتين الأيام الأولى للحمل كتكون مصاحبة الخروج بعد الإفرازات من المهبل وكيتخلط على السيدة الأمر عندما يفرز الجسم ديالها سواء في حالة الحمل أو الحالة العادية لذلك سنشرح لكم هذه العلامات المميزة التي تستطع بها المرأة معرفة حدود الحمل أم لا عند بداية حدود تخصيب البويضة وحدود الحمل كتحدث زيادة في كتافة بطانة رحم المرأة باش ينمو فيها الجنين بالداخل ديالها كتخرج بعض الإفرازات من المهبل عند وجود حمل بشكل زائد بنسبة 70% عن معدل الإفرازات الطبيعية كما يمكن أن تلاحظ المرأة خروج بعض الإفرازات ذات اللون الأحمر أو اللون البني وكتكون إفرازات فقط وهنا يدل هذا على الحمل بسبب أن الحيوان المنوي كيلقح البويضة والبويضة كتنغارس وكتلتسق فكتسبب واحد الجرح بسيط في عنق الرحم كما أن لون ورائحة هذه الإفرازات اللي كتظهر في فترة الحمل كتكون غير طبيعية كتكون لها واحدة رحة غير طبيعية وملمس سميك أكثر من المعتاد طبيعة الحال مش رحات غير طبيعية يعني رائحة مزعجة ولكن كتكون واحدة رحة مميزة لهذه الإفرازات والسمك ديالها كيزيد أكثر وأكثر من اللي كتكون السيداء حامل وكتكون الإفرازات بيضاء السميكة كتكون إشارة على بداية حدود الحمل أما الإفرازات ذات اللون الغامق اللي كتكون عندها وحدة رائحة قوية وكتكون مزعجة بسبب الرائحة كتكون بسبب الالتهابات وليست علامة على الحمل وكذلك الأطباء كينسحوا ببعض النصائح الهامة لخص ضروري السيدة تهتم بها في بداية الحمل ديالها لابد أنها تهتم بالنظافة الشخصية لابد من تنظيف وتجفيف المنطقة الحساسة بشكل دائم لابد كذلك من أن تستخدم المرأة في هذه الفترة غسول جيد لتنظيف المنطقة بعد استشارة الطبيب في النوع المناسب كذلك كينسحوا الأطباء باستخدام ملابس قطنية داخلية حتى لا تشعر المرأة بحكة في هذه المنطقة وما تحدثش عندها التهابات أعراض كذلك الحمل قبل التحليل بعد ملاحظة هذه الأعراض المبكرة كتشك المرأة في وجود الحمل ولكن خاصة تأكد من عمل تحليل الحمل يعني بواسطة هذا الاختبار كتتيقن أنها فعلا حامل وهناك الكثير من أعراض الحمل الأكيدة اللي كتظهر قبل التحليل منها ما كيكون من خلال هذه الأعراض اللي ذكرت في هذا الفيديو لابد كذلك فأكيد أنك ممكن يكون عندك الحمل في البداية دياله وتسني أنك تتأخر عندك الدورة بأربعة أيام على الأقل وجري الإختبار ديالك باش تأكدي باش تزوري الطبيب في الوقت المناسب باش تخضي الاستشارة دياله نتمنى هالفيديوين الإعجاب ديالكم إلا أعجبكم بطبيعة الحال دعموني بواحد اللايك واشتراك في القناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر